لا أعتقد هناك ثمة شيء جديد قد خرج به اجتماع التحالف الثلاثي في أربيل يبدو لي أنهم بقوا على نفس موقفهم السابق وأنهم لا يرغبوا في أن يتقدموا خطوة إلى الأمام من خلال الحوار ومن خلال مناقشة المبادرات التي تم طرحها من قبل الإطار ومن قبل التيار التحالف الثلاثي من الناحية السياسية عليه أن يناقش أيضا مبادرة الإطار لكي يصل إلى حالة من التوازن السياسي إذا ما أراد فعلا أن يخرج بحالة من هذا الانسداد السياسي اليوم هناك اجتماع للإطار سيناقش فيه كل الآراء المطروحة سواء كانت مبادرة التحالف الثلاثي اليوم وكذلك رأي الأخوة المستقلين من النواب وموقفهم من المبادرة وأيضا لربما يتعاطى مع مبادرة السيد البرزاني الذي ذكرها تقريركم الآن على الرغم من أنه يؤكد من خلال بعض من كلماته يؤكد على جميع أن يوافق على مبادرة السيد البرزاني ولا توافق ولا قبول من قبل السيد البرزاني أو الحزب الديموقراطي على المبادرات الأخرى ما لم يكن هناك تنازل من كل الأطراف لا يمكن أن نصل إلى طريق مفتوح وطريق يخرجنا من هذا الانسداد لذلك اليوم أعتقد أن التحالف الثلاثي لم يوفق في الخروج بنتيجة حقيقية تناغم مطالب الشعب وتناغم هذا الانتظار الكبير الذي صبر عليه الشارع الإراق